18 ألف ملف لذوي الاحتياجات الخاصة حل تحت مجهر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي أعلنت الانتهاء من مراجعة هذه الملفات من أصل 50 ألف ملف المدير العام للهيئة الدكتورة شفيقة العواضي بيّنت أن الخطوة تهدف إلى إعادة الحقوق لذوي الإعاقة والمحافظة عليها أو لزيادة مخصصاتهم المالية مؤكدة أن الهيئة تدرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية ملف دعم المواطنة المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء من ذوي الإعاقة